هدم والطرد والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة فضلا عن التهام الأرض من خلال عمليات استيطانية ممنهجة تكرس الاحتلال غير الشرعي وتؤكد مصر مجددا أمام مجلسكم الموقع رفضها الكامل لأية نواية أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 67 وتحذر من تأثير هذا التوجه على السلم في المنطقة بأسرها وتدعو المجتمع الدولي للوقف بقوة أمام جميع الممارسات التي قد تؤدي إلى ذلك سيد الرئيس اليوم الحالي أو اليوم التالي جدل يتزايد الحديث فيه رغم أن الإجابة واضحة استنادا للمنطق السليم والشرعية الدولية وهي ضرورة وقف تلك الحرب اللعينة وحفظ الأرواح وحماية المدنيين من وليتها قبل أن نفكر في ملامح اليوم التالي تعمل مصر حاليا على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية ونجحت بالتعاون مع الشقيقة قطر ومع الولايات المتحدة في تفعيل صفقة تبادل سجناء ورهائن تتضمن أيضا نفاذا للمساعدات لغزة جنوبا وشمالا وسستمر مصر في جهودها لإطالة زمن الهدنة والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار ووقف الحرب والدمار وندعو مجلس الأمن لدعم تلك الجهود ولدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين أيا كانوا لقد طلبت مصر منذ اليوم الأول بضرورة إطلاق صراحة رهائن المدنيين ودانت أي تعرض للأبرياء لكننا نتساؤل عن موقف المجتمع الدولي ومجلسكم الموقر إذا السجناء الفلسطينيين من أطفال ونساء الذين عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية دون توجيه اتهامات أو الخضوع لمحاكمة أليس هؤلاء أيضا رهائن لدي دولة الاحتلال نعمل كذلك بالتوازي مع شركائنا باللجنة التي تم تشكيلها خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض من أجل النفاذ الإنساني لقطاع غزة وقمنا في هذا الصدد بتقديم مشروع قرار لمجلسكم الموقر لنظر فيه وهو مشروع غير مسيس يرتكز فقط على الجانب الإنساني وعلى إنقاذ 2.5 مليون دريء هم أهل غزة وندعوكم للتعاطي معه بالإيجابية والمسؤولية التي ترتقي للمأساة الإنسانية غير المصبوخة ومما يؤدي إلى زيادة ملموسة لحجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في خطاع غزة فما تم توفيره حتى الآن والتي أسهمت مصر بـ 70% منه منفردة فإنه لا يكفي لاحتياجات مليون مليونين ونصف فلسطيني وندعوكم أيضا لتفادي إزدواجية المعايير وأن تتم ترجمة تصريحاتكم المتعاطفة مع أهل غزة إلى واقع بل ونرى أن أي محاولة لتعطيل مشروع قرار هو بمثابة مباركة للحصار وتجويع للأطفال والنساء وتركهم بلا مأوى أو حد أدنى من الرعاية الصحية في ظروف في منتهى القصوة مع دخول فصل الشتاء أما عن اليوم التالي ورغم أن ملامح لم تتطدح بعد نظرا للغمود المتزايد للأهداف الحرب الحالية إلا أننا لا نرى بديلا عن العمل على معالجة جذور الصراع والمسببات الحقيقية للمآسي التي نشهدها اليوم معالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل يفضي إلى إنهاء الاحتلال فبدون ذلك فإن نتائج جهودنا جميعا ستظل موقتة وستتكرر جولات العنف ولن يتحقق الأمن والاستقرار الذي تنشده المنطقة بما في ذلك إسرائيل ذاتها يجب أن نتفق جميعا على أن عهد اللغو بلا طائل يجب أن ينتهي وعلى أن التكاتف من أجل إنفاذ الحل الوحيد المتفق عليه دوليا وهو حل الدولتين إنفاذ وإنقاذ وليس فقط دعمه بالتصريحات وأن يتواكب مع ذلك احتراف من من لم يفعل من الدول الأعضاء بالأم المتحدة بالدولة الفلسطينية كما أدعو مجلسكم المؤكر لقبول عدوية دولة فلسطين كاملة للأم المتحدة فهو أمر من صميم صلاحيات مجلسكم وفقا لمثاق الأم المتحدة ختاما أتوجه لجميع الأطراف المهتمة باليوم التالي نعم لقد حان الوقت للعمل الجاد ونحن على استعدادا للتعاون مع الجميع بلا استثناء لسياغة الإطار السياسي والخطوات اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت مع أصله والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تكسيد الدولة الفلسطينية المستقلة المتوسلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هذا هو اليوم التالي الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقي ويوفر للشعب الإسرائيلي الأمان ويتيح لكافة شعوب المنطقة الأمن والاستقرار والتعايش المشترك والتعاون من أجل التنمية والازدهار وبما يتصق مع قيمنا الإنسانية المشتركة وشكرا اشتركوا في القناة